السلام عليكم عندك كوب نشا وعندك ليمون او حامض راح نعمل شي كتير طيب وصدقيني ما هيخطر عبالك شو هو هيدا الشي تابعوني اول شي راح نعصر الحامض كل اياتو ورح نرجع هلا انا احبابي عصارة الليمون او الحامض راح نحطن بتنجرة صغيرة متل ما شايفين ورح نضيف فوق الماي بهيدا الشكل هلا راح نضيف فوق كوب سكر حسب الكمية اللي نحنا عم نعمل راح نضيف كمان الفانيليا هلا راح نضيف ملعتين كبار من النشا هاي واحدة ما تنسوا لايك للفيديو واشتراك اذا اول مرة بتفوتوا عجبكن القناة هلا نحنا هون حطينا ملعتين من النشا ورح نحركم كتير منيح يعني نحنا هون عملنا الليمونادة هيدا عصير كتير طيب وفراش وزدنا له النشا لنعمل مهلبية الليمون او مهلبية الحامض طعمتها كتير طيبة ورائعة ومفيدة كتير لانه ملياني بفيتامين سي هون متل ما شايفين خلصوا عندي جمدوا على الاخر هلأ صار فيي طف الغاز تحته هون طبعا كما شايفين مهلبية الليمون او الحامض جهزت عندي رائعة جدا اذا كان عندكم جريب قوي او اذا كان عندكم سعلي او شي كتير مهمة رائعة جدا مليانة بالفيتامين سي مهمة كتير بنصحكم تعملو حتى بتقدروا تعملوها بالايام العادية حتى بتشهي مع ريحة الفانيليا اللي وريحة الليمون اللي بتعقد متل ما شايفين هلأ حنجيب شوية شوكولة فيكنوا تحطولها زبيب او جوز الهند بس انا راح حطولها شوية شوكولة بودرة بتعطي شكل حلو ورائع كمان بتزيدها طعمي كتير حلوي راح نحط بعد شوي فيكن كمان تحطولها المكسرات اذا بتحبو اللي ما بحبوه بيحط زبيب شالله يكون هيدا الطبق اللي كتير مهم عجبكن طبق كتير حلو فقط من مكوينين متل ما متل ما شفتوا حضراتكن فقط من الليمون ومن النشا عملنا طبق رائع كتير طعمتو كتير طيبي وغير شكل راح نتركو ليبرد بحرارة الغرفة طبعا فيكن تاكلو شوي برد اذا حطيتو بالبراد او حتى فيكن تاكلو بس السخونة اللي فيه تروح بتقدرو تاكلو عادي كتير مهم للصغار وللقبار انا بحبكن كتير كتير راح اشتقلكم للفيديو الادم باي باي